لقاحات في الصيدلية صباح الخير تفضل أنت من يريد لقاح الإنفلونزا صارت عيادة طبيبين تقريباً إنها صيدلية فيتوس في يوفيك هل أصبت بحساسية من اللقاح سابقاً؟ والصيدلانية تبدأ العملاء على أصوله أمر مثير هذا يشكل تحدي لنا فنحن لم نتعلم أبداً على إعطاء الحقن لكن التدريب الشامل جعل المريضة بريكين يشعر بالأمان هل كانت مؤلمة؟ لا بريكين سعيد بأنه بإمكانه أخذ اللقاح في الصيدلية لأنه يمكنه المشي إلى هنا لو احتجت ذهب إلى الطبيب لكان علي أن أخذ سيارة أجرى وعلي أن أدفع مقابل ذلك من جيبي إذن فهذا أكثر ملاءمة لك؟ نعم سيكون المزيد مستعدين للخدمة الجديدة لكن ليس الجميع لا لم أكن ملمة بالموضوع لكن ربما أفكر بالأمر أعلم هذا لكنه يكلف أكثر لذا فأنا أذهب إلى الطبيب صار المجموع 399 يطلب الكثيرون اللقاحة في الصيدلية يرون هنا بأن الصيدليات تكلفوا بالكثير من المهام التي كانت على عاتق العيادات الطبية من قبل نعم أظن هذا نحن لدينا الكثير من الكفاءات الجيدة والتي ربما لا يراها الناس لا يراها الناس لا يراها الناس لا يراها الناس